دكتور عطا اسمح لي اروح لحضرتك وانتقل ليك بسؤالي يعني ازاي حضرتك برضو بتشوف هنا العناصر الارهابية من ناحية او من حيث التفكير دي نقطة والنقطة الاخرى هل احنا هنا برضو بنتوقع ان مع كل عملية للقوات المسلحة والشرطة في سيناء ربما هنا حينتظر او حينتظرها بقى عمليات اخرى ارهابية من قبل فلول هنا نقدر نقول الجامعات الارهابية في محافظات ايضا مختلفة يعني خلينا نفهم من حضرتك الايدوبيوجية اللي بيفكروا بيها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية يعني برحب بحضرتك والسادة المشاهدين اهلا بحضرتك كيفين وفي البداية يعني بقول ان الازهر اعلن تضامنه مع ازيل عملية وموفيته عليها صحيح وازهر بين الافتاء نعم وزارة الاوقاف نعم مؤسسات الدينية عموما ما فيش يعني طبعا هم يأكفون مع الجيش قلبا وقالبا ده بالنسبة لها من البداية بالنسبة للفكر وكيفية الموجهة طبعا احنا عملنا في كريسيت اللي هو عملهم امني فبالنسبة للفكر طبعا احنا مش عارفين مين اللي وراهم زي داعش واخواتها وغيرهم وما يوشبه مش عارفين مين اللي وراهم او كده فده طبعا الامن بيقوم بهذا الدور الكبير وفي هذه المنطقة الحساسة من العالم ربما اراهم دول ربما اراهم اقتصاديات كبيرة جدا لكن انا عايز بس اقول لحضرتك ان اذا كانت المشكلة فكرية فاتمنى انها تعالج بالفكر وطبعا مش هتعالج بالفكر الا اذا طبعا لان التطرف سهل التطرف اي واحد يحسنه يعني مش صعب لكن الاعتدال ده محتاج علم محتاج فكرة محتاج برامج لان سهل جدا اخذ واحد من اي منطقة عشوية او كذا وجاهل او كذا وانه هو يعتنق هذا اه بسهولة ده مش محتاج لا تعليم ولا برامج ولا غيره فالتطرف اي واحد يحسنه وسهل جدا ان انخيرات فيه والوقوع فيه بسهولة وطبعا التطرف يعني برضو في برنامج سيادتك هنا بقول انه هو ما هوش سمة اسلامية عشان برضو ما ينسبش لديننا وما ينسبش لبلادنا هو له مرتبط لا بالاسلام ولا مرتبط بوطن او بمجتمع معين اه يعني حدثك هنا بترد بترد كمان على من يدعو او من يزايد بان او من له رأي يعني بان الموضوع الى حد ما يرجع الى التعاليم الاسلامية او الى بعض الكتب الاسلامية فحضرتك برضو هنا لان دي نقطة في غاية الاهمية ان احنا نرد عليها او نوضحها حضرتك بتشوف ازاي الكلام ده او الاتهامات دي طبعا فيه الحرب على الاسلام دي من قام الرسول صلى الله عليه وسلم مش من النهار ده فطبعا من مصلحتهم فيه جهات بتحرك انها توصف الاسلام تحديدا توصفه باتهامات كثيرة مش الارهاب فقط انه بيظلم المرأة انه معرفش الطفل الحيوان الى اخير زي ما حدك بتسمع الدعوة الكثيرة يعني بين الفينة والاخرى اتهام جديد فهم بيتهموا الاسلام دائما وعلى رأس هذه الاتهامات انه هو دين ارهاب او ما الى ذلك وبيوجهوا له الاتهام ده في الوقت اللي هم يعني يعني فيه ارهاب موجود ارهاب من الافراد فيه ارهاب من جماعات فيه ارهاب من دول عالمي النهار ده بل الدول الغربية نفسها لم تضع تعريف محدد للارهاب حتى لا تقع تحت طائلة القانون هي نفسها ما اضعتش تعريف ده مصر وضعت احنا عندنا قانون للارهاب يعني تقدر تحددي مين هو الارهاب انما هما ما وضعوش حتى هذه اللقاء ولكن احنا اللي همنا احنا ليس لدينا في كتبنا واتكلمنا تحديدا في الازهر ما يتحدث او الى حد ما يعني يقترب من هذه الافقار عشان بس الكلام يبقى واضح ده احنا الكرآن الكريم نفسه هو الكرآن اكيد ما فيهوش ولكن التفاسير كتب التفاسير هي اللي بيقع عليها هنا نقدر نقول اللغة او الى حد ما الاقويل لا ده حضرتك طلب من الامم السابقة انها ما تدخلش في التطرف والغلو ازاي هي امورنا يعني ما يقول قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا غلو والتطرف التشدد ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فده القرآن نفسه نهى وزم ويعاتب الناس اللي هي كانت بتغالي او بتتطرف من الامم السابقة ده القرآن يا دكتور محدش عنده شك أبدا للكرآن